بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع من سورة القصص تفسير الآيات من 1 إلى 55 من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن معد يكرب قال أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا المائتين فقال ما هي معي ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب ابن الأردد قال فأتينا خباب ابن الأردد فقرأها علينا رضي الله عنه والمقصود بالمائتين صورة القصص وهي مكية وعدد آياتها 88 آية تابعون ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عدنا لحضراتكم الآيات من 1 إلى 5 بسم الله الرحمن الرحيم فاسين ميم الآيات قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة وقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن وقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق الآية كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأنك حاضر كما قال تعالى إن فرعون على في الأرض أي تكبر وتجبر وتغى وجعل أهلها شيعا أي أصنافا قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته وقوله تعالى يستضعف طائفة منهم يعني بني إسرائيل وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم هذا وقد صلت عليهم هذا الملك الجبار العتيد يستعملهم في أخص الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوفا هو وأهل مملكته منه أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه وكان القط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام حين وردت ديار المصرية وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية فصانها الله منه ومنعها منه بقدرته وسلطانه فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد نصر به وذريته من يكون هلاك فرعون مصر على يديه فكانت القط تحدث بهذا عند فرعون فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل ولن ينفع حضر من قدر لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولكل أجل كتاب ولهذا قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى قوله يحضرون وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون إلى قوله يعرشون وقال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل أراد فرعون بحوله وقوته أن ينقو من موسى فما نفعه من ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يقالف أمره القدري ولا يغالب بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه بل يكون هذا الغلام الذي احترست من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما من شأه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذائه من طعامك وأنت تربيه وتدلله وتتفداه وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه لتعلم أن رب السماوات العلا هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يكن الآيات من سبعة إلى تسعة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآيات ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل كور بني إسرائيل خافت القبط أن يفنى بني إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون ونساؤهم لا يمكن أن يقمنا بما تقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان وكان لفرعون ناس موكلون بذلك وقوابل يدورون على النساء فمن رأينها قد حملت أحصص مها فإذا كان وقت لادتها لا يقبلها إلا لساء القبط فإن ولدت المرأة جارية تركتها وذهبنا وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذبحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا قبحهم الله تعالى فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظر عليها مخايل الحمل كغيرها ولم تقن لها الدايات ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني فلما ضاقت به ذرعا ألهمت في سرها وألقي في خلدها وأنفتها في رعيها كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وذل أنه كما كانت دارها على حافة النيل فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت أرضع ولدها فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر وذهلت أن تربت فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقته الجواري فاحتملناه فذهبنا به إلى مراد فرعون ولا يدرين ما فيه وخشينا أن يفتتن عليها في فتحها دونها فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله أحلاه وأبهى فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقا ودبع لها ولهذا قال فالتقته آل فرعون ليكون له معدوا وحزنا الآية قال محمد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك ولا شك أن ظاهر اللفظ يقضي ما قالوه ولكن إذا نظر إلى معنى السياق توقع اللام للتعليل لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا فيكون أبلغ في إبطال حضرهم منه ولهذا قال تعالى إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تجذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن قال الله تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا وناصرا والله تعالى يقول ليكون لهم عدوا وحزنا وقوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرن تعين لي ولك الآية يعني أن فرعون لما رأاه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتذب وتحببه إلى فرعون فقالت قرن تعين لي ولك قال فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا فكان كذلك وهذاه الله بسببه وأهلكه الله على يديه وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طه هذه القصة القولها في إرواج بن عباس مرفوعا عند النسائي وغيره وقوله عسى أن ينفعنا وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه وقوله أو نتخذه ولدا أي أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه وذلك أنه لم يكن لها ولد منه وقوله تعالى وهم لا يشعرون أي لا يضرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة الآيات من 10 إلى 12 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا الآيات يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغا أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى قاله ابن عباس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاق والحسن البصلي وقد أدى وغيرهم إن كادت لتبدي به أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها نتظر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها وقال تعالى لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها فقالت لها قصيه أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأنه من نواحي البلد فخارجت لذلك فبصرت به عن جنب قال ابن عباس عن جانب وقال مجاهد بصرت به عن جنب عن بعد وقال قتادة جعل التنظر إليه وكأنها لا تريده وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منه ثديا وأبى أن يقبل شيئا من ذلك فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل أي تحريما قدريا وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي أمه ولأن الله سبحانه وتعالى دعل ذلك سببا إلى رجعه إلى أمه لترضعه وهي آمنا بعدما كانت خائفة فلما رأتهم حائرين في من يرضعه قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون قال ابن عباس فلما قالت أذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه فقالت لهم نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورقى منفعته فأرسلوها فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب البشير إلى مرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها أعطاء جزيلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافق ثديها ثم سألتها آسيا أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك ولكن إن أحببتي أن أرضع في بيتي فعلت فأجابت همراض فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلاة والكساب والإحسان الجزيل فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله تعالى بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار ولهذا جاء في الحديث مثل الذي يعمل ويحتسب في صناته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه والله أعلم فسبحان من بيده الأمر ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجا ولهذا قال تعالى فردناه إلى أمه كي تقر عينها أي به ولا تحزن أي عليه ولتعلم أن وعد الله حق أي فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا وقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة الذي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا واجعلوا الله فيه خيرا كثيرا الآيات من 14 إلى 17 ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما الآيات لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما قال مجاهد يعني النبوة وكذلك نجزي المحسنين ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدره له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك القطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين فقال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها قال ابن جريج عن عطاء الخرسانين عن ابن عباس وذلك بين المغرب والعشاء قال ابن المنكذر عن عطاء ابن يسر عن ابن عباس كان ذلك نصف النهار وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمه وسدي وقتاده فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتضاربان ويتنازعان هذا من شيعته أي إسرائيلي وهذا من عدوه أي قطي فاستغاف الإسرائيلي بموسى عليه السلام فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس فعمد إلى القطي فوكزه موسى فقضى عليه قال مجاهد فوكزه أي طعنه بمجمع كفه وقال قتاده وكزه بعصى كانت معه فقضى عليه أي كان فيه حتفه فمات قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فأوفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي أي بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة فلن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين أي الكافرين بك المخالفين الأمريكاء الآيتان 18 و19 فأصبح في المدينة خائفا يترقب الآيات يقول تعالى مخبرا عن موسى لما قتل ذلك القطي أنه أصبح في المدينة خائفا أي من معرض ما فعل يترقب أن يتلفت ويتوقع ما يقول من هذا الأمر فمر في بعض الطرق فإذا ذلك الذي استنصره بالأمس على ذلك القطي يقاتل آخر فلما مر عليه موسى استصرقه على الآخر فقال له موسى إنك لغوي مبين أي ظاهر الغوايا كثير الشر ثم عزم على البطش بذلك القطي فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك فقال يدفع عن نفسه يا موسى أتريد أن تقلني كما قتلت نفسا بالأمس وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام فلما سمعها ذلك القطي لقفها من فمه ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده فعلم فرعون بذلك فاشتد حقه وعزم على قتل موسى فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين الآية رقم عشرين قال الله تعالى وجاء رجل وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق فسلق طريقا أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه فسوق إلى موسى فقال له يا موسى إن الملأ يأمرون بك أي يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج أي من البلد إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب الآيات من واحد وعشرين إلى أربع وعشرين لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره خرج من مصر وحده ولم يألم ذلك قبله بل كان فيه رفاهية ونعمة ورياسة فخرج منها خائفا يترقب أي يتلفت قال رب نجيني من القوم وظالمين أي من فرعون وملئه فذكروا أن الله سبحانه وتعالى بعث إليه ملكا على فرص فأرشده إلى الطريق فالله أعلم ولما توجه تلقاء مدين أي أخذ طريقها أي أخذ طريقا سالكا مهيعا فرح بذلك قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي الطريق الأقوام ففعل الله به ذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة فجعله هاديا مهديا ولما ورد ماء مدينا أي لما وصل إلى مدين ورد ماءها وكان لها بئر يرده رعاء الشاء وجد عليه أمة من الناس يسقون أي جماعة يسقون وجد من دونهم وراءتين ترودان أي تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لألا يؤذيا فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما قال ما خطبكما أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء وأبونا شيخ كبير أي فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى قال الله تعالى فسقى لهما قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن الميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسقون قال فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو بمرأتين تغدان قال ما خطبكما فحدثناه فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى روية الغنم إسناد صحيح وقوله تعالى ثم تولى إلى ظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال ابن عباس صال موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر وكان حافيا فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس في الظل وهو صفق الله من خلقه وإن رطنه لألصق ظهره من الجوع وإن خضرة البقل لا ترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شقة أمره وقوله تعالى إلى ظل قال ابن عباس وابن مسعود والسدي جلس تحت شجرة وقال ابن جرير عن عبد الله هو ابن مسعود قال أحفظت على جمل ليلتين حتى أصبحت مدين فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى فإذا هي شجرة خضراء ترفه فأهوى إليها جملي وكان جائعا فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها موسى كما سيأتي إن شاء الله تعالى فالله أعلم وقال السدي كانت الشجرة من شجر السمر وقال عطاء ابن السائب لما قال موسى خير فقير أسمع المرأة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء الآيات من خمسة وعشرين إلى تمانية وعشرين لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما أنقرح لهما بسبب مجيئهما سريعا فسألهما عن خبرهما فقصت عليه ما فعل موسى عليه السلام فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أي مشي الحرائر كما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال جاءت مستة رهبكم درعها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء دلاجة واللاجة خراجة هذا إسناد صحيح قال الجهري السلفع من الرجال الجسور ومن النساء الجرية الصليطة ومن النوق الشديدة قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وهذا تأدف في العادة لم تطلبه ألبا مطلقا لألا يوهم ريبه بل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا فلما جاءه وقص عليه القصص أي ذكر له ما كان من أمره وما جر له من السبب الذي خرج من أجله من بلده قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين يقول طب نفسا وقر عينا فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا ولهذا قال نجوت من القوم الظالمين وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو على أقال أحدهما أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء وقد قاله الحسن البصري وغير واحد ورواه ابن أبي حاتم حدثنا مالك ابن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وقد رغب ورني عن سلم ابن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى هديت مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى هديت وقال آخرون بل كان ابن أخي شعيب وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة لأنه قال لقومه وما قوم ألوط منكم ببعيد وقد كان هلاك قوم ألوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليه السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد وما قيل إن شعيب عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لو شك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح ذكره في قصة موسى لم يصح إسناده كما سنذكره قريبا إن شاء الله ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه ثيرون والله أعلم قال أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود ثيرون هو ابن أخي شعيب عليه السلام وعن أبي حمزة عن ابن عباس قال الذي استأجر موسى إفريبي صاحب مدين رواه ابن جرير به ثم قال الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر تجب به الحج في ذلك وقوله تعالى قالت إحدى هما يا أبا استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أي قالت إحدى ابنتيها والرجل قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام قالت لأبيها يا أبا تستأجره أي لرعيه هذه الغنم قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو ملك وقتاد ومحمد بن إسحق وغير واحد لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين قال لها أبوها وماع المكي بذلك قالت إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة إجال وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي كوني من ورائي فإذا اختلف علي الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله وابن مسعود قال أبو بكر حين تفرص في عمر وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه وصاحب يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أمكحك إحدى ابنتي هاتين أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتي هاتين قال شعيب الجبائي وهما صفورة وليه وقال محمد ابن إسحاق صفورة وشرفة ويقال لها وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين العبدين بمئة فقال اشتريت أنه يصح والله أعلم وقوله على أن تأبرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك أي على أن ترعى غنمي ثمانية سنين فإن تمرعت بزياد السنتين فهو إليك وإلا ففي الثمان كفاية وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين أي لا أشاقكك ولا أواذيك ولا أماريك وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزعي فيما إذا قال بعتك هذا بعشره نقدا أو بعشرين نسيئة أنه يصح ويختار المشتري بأيهما أخذه صح وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود من باع ببعتين فله أو كسهما أو الربا على هذا المذهب وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ليس هذا موضع بسطه لقوله والله أعلم ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجا في كتابه السنن حيث قال باب استئجار الأجير على الطعام بطنه حدثنا محمد محمد بن المصطفى ترجمون عطاق حدثنا محمد بن المصري الحمصي حدثنا بقي ابن الوليد عن مسلمة عن ابن السعيد ثلاثة 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 واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجا في كتابه السنن عن علي ابن الوحق قال سمعت عدبة ابن المنزر السلمي يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت آسين ميم حتى إذا بلأ قصة موسى قال إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف لأن مسلمة ابن علي وهو الحشني الدمشقي البلاطي ضعيف الرواية عند الأئمة ولكن قد روية من وجه آخر فيه نظر أيضا عن علي ابن رواح اللخمي قال سمعت عدبه ابن المنظر السلامي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعامة بطنه وقوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيد يقول إن موسى قال لصهره الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين فإن أتمنت عشرا فمن عندي فأنا متى فعلت أقلهما فقد بريئت من العهد وخرجت من الشرط ولهذا قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أي فلا حرج علي مع أن الكامل وإن كان مباحا لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عمر الأسلامي رضي الله عنه وكان كثير الصيام وسأله عن الصوم في الصفر فقال إن شئت فصم وإن شئت ففطر مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر هذا وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما وقال البخاري حدثنا محمد عبد الرحيم حدثنا سعيد ابن سليمان عن سعيد ابن جبير قال قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى فقلت لا أدري حتى أقدمه على حبر العرب فأسأله فقدمت على ابن عباس رضي الله عنه فسألته فقال قد أكثر هما وأطئرهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل وقع في حديث مفتون من رواية القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد ابن جبير أن الذي سأله رجل من أهل المصرانية والأول أشبه والله أعلم وقد روية من حديث ابن مسعود مرفوعا قال ابن جرير حدثنا أحمد ابن محمد الطوصي عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى قال أتمهما وأكملهما ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن الحميدية عن سفيان وهو ابن عيين قال حدثني إبراهيم ابن يحيى ابن أبي عقوب وكان من أسناني أو أصغر مني فذكره وعن يحيى ابن ميمون الحضرمي عن يوسف ابن ترح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى قال لا علم لي فسأل رسول الله صلى الله على سلم جبريل فقال جبريل لا علم لي فسأل جبريل ملكا فوقه فقال لا علم لي فسأل ذلك الملك ربه عز وجل عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد صلى الله عليه وسلم فقال الرب عز وجل قضى أمرهما وأبقاهما أو قال أزكاهما وهذا مرسل وقد جاء مرسلا من وجه آخر وقال سنيد حدثنا حجاج عن ابن جري قال قال مجاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قل موسى فقال سوف أسأل إسرافيل فسأله فقال سوف أسأل الرب عز وجل فسأل فقال أبرهما وأوفاهما بطريق أخرى مرسلا أيضا قال ابن جرير حدثنا ابن وكيح حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرغي قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى قال أوفاهما وأتمهما فهذه طرق متعاضضة ثم قد روي هذا مرفوعا من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال الخافظ أبو بكر للبزار حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئلا أي الأجلين قضى موسى قال أوفاهما وأبرهما قال قال وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما ثم قال البزار لا نعلم يروى عن أبي ذر إلا بهذا وعن علي ابن رباح اللخمي قال سمعت عدبة ابن الموذر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلا أي الأجلين قضى موسى قال أورهما وأوفاهما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لما أراد فراق شعيب عليه السلام أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون قال فما مرت شاه إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب ألوان ألوان كلها وولدت ثنتين وثلاثا كل شاه ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف ولا تعول وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية هكذا أورده البزار وعن علي ابن رباح اللخمي قال سمعت عضبة ابن الموذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه فلما وفى الأجل قيل يا رسول الله أي الأجلين قال أبرهما وأوفاهما فلما أراد فراق شعيب أمر مرأته أن تسأل أباها أن يوطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه من قبال من ولد ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى عليه السلام إلى عصاه فسلماها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها وقف موسى بإزال الحوض فلم يصدر منها شاه إلا وضرب جنبها شاتا شاه قال فتأمت وألبنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاه أو شات أيني ليس فيها فشوش قال يحيا ولا ضبوب وقال صفوان ولا صبوب قال أبو زرعه الصواب أنوب ولا عزود ولا ثبول ولا كميشة تفوت الكف قال النبي صلى الله عليه وسلم لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية وحدثنا أبو زرعه أنباءنا صفوان قال سمعت الوليد قال سألت ابن لهيعة ما الفشوش قال التي تفش بلبنها واسعة الشخب قلت فما الضبوب قال طويلة الضرع تبره قلت فما العزوز قال ضيقة الشخب قلت الثغول قال التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين قلت فما الكميشة قال التي تفوت الكف كميشة الضرع لا يدركه الكف مدرارا هذا الحديث على عبد الله ابن لهيعة المصري وفي حفظه سوء وأخشى أن يكون رفعه خطأ والله عالم وينبغي أن يروى ليس فيها فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا ثغول ولا كمشة لتذكر صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة وقد رأى ابن جريل من كلام أنس بن مالك موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد فقال حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا معاذ ابن هشام حدثنا أبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما دع نبي الله موسى عليه السلام صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها فعمد موسى فرفع حبالا على الماء فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة فزعت فجالت جولة فولدنا كلهن بلقا إلا شاه واحدة فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله الآيات من تسعة وعشرين إلى اثنين وثلاثين قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قال أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما وقد يستفاد هذا أيضا من الآية الكريمة حتى قال تعالى فلما قضى موسى الأجل أي الأكمل منهما والله أعلم وقال ابن أبي حاتم نجيح عن مجاهد قضى عشر سنين وبعدها عشرا آخر وهذا القول لم أره لغيره وقد حكاه عنه ابن أبي حاتم وابن جريل فالله أعلم وقوله وصار بأهله قالوا كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له وصاره فسلك بهم في ليلة مطئرة مضغمة باردة فنزل منزلا فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئا فتعجب من ذلك فبينما هو كذلك آنس من جانب الطور نارا أي رأى نارا تضيء له على بعد فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا أي حتى أذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر وذلك لأنه قد أضل الطريق أو جذوة من النار أي قطع منها لعلكم تصطلون أي تستدفئون بها من البرد قال الله تعالى فلما آتاها نودي من شاط الوادي الأيمن أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه والنار وجدها تطلم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي فأقف باهتا في أمرها فناداه ربه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة قال قال ابن جرير حدثنا ابن وكيح حدثنا أبو معاوي عن الأعمش عن عمر بن مر عن أبي عبيدة ابن عبد الله قال رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام صمرت خضراء ترف إسناده مقارب وقال محمد ابن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب ابن منبه قال شجرة من العليق وبعض أهل الكتاب يقول إنها من العوسج وقال قتاده هي من العوسج وعصاه من العوسج وقوله تعالى أي موسى إني أنا الله رب العالمين أي الذي في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه وقوله وأن ألقي عصاك أي التي في يدك كما قرره على ذلك في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى والمعنى أما هذه عصاك التي تعرفها ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فعرف وتحقق أن الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء كم فيكون كما تقدم بيان ذلك في صورة رها وقالها هنا فلما رأاها تهتز أي تطرب كأنها جان ولا مدبرا أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها وقوائمها واتساع فمها واستقاق أنيارها وأدراسها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر فيها تققع كأنها حاذرة في واد فعند ذلك ولا مدبرا ولم يعقب أي ولم يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر مذلك فلما قال الله تعالى له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين رجع فأقف في مقامه الأول ثم قال الله تعالى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أي إذا أدخلت يدك في جيبك درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطأت قمر في لمعاني البرق ولهذا قال من غير سوء أي من غير برس وقوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب قال مجاهد من الفزعي وقال قتادة من الرعبي وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلام ابن جرير مما حصل لك من خوفك من الحية والظاهر أن المراد أعم من هذا وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الإقضاء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجده أو يخفف عنه فإنه يزول عنه ما يجده أو يخفف عنه إن شاء الله تعالى وعن مجاهد قال كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون فكان إذا رأاه قال اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره فنزع الله ما كان في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون فكان إذا رآه بالا كما يبول الحمار وقوله تعالى فذلك برهانان من ربك يعني إلقاء العصى وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصح النبوة من جرى هذا القارق على يديه ولهذا قال تعالى إلى فرعون وملئه أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأدباع إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله مخالفين لأمره ودينه قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من سططه قال ربي إني قتلت منهم نفسا يعني ذلك القطي فأخاف أن يقتلون أي إذا رأوني وأخيه هارون هو أفصح مني لسانا وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب ما كانت أناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين الأمر أو الضرة فأخذ الجمرة فأضعها على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير ولهذا قال وحلو الأقدة من لساني يبقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد به أذري وأشرك في أمري أي أي يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد ولهذا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا أي وزيرا ومعينا ومقويا لأمري يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد ولهذا قال إني أخاف أن يكذبون وقال محمد بن إسحاق رد أن يصدقني أن يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم عني ما لا يفهمون فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى سنشد عبدك بأخيك أي سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك كما في الآية الأخرى قد أتيت سؤلك يا موسى وقال تعالى وهبنا من رحمتنا أخاه هارون نبيا ولهذا قال بعض السلف ليس أحد أعظم منه على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون ملئه ولهذا قال تعالى في حق موسى وكان عند الله وجيها وقوله تعالى ونجعل لكما سلطانا أي حج قاهرة فلا يصلون إليكما بآياتنا أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذى كما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله والله يعصمك من الناس وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله إلى قوله وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة فقال تعالى أنتما ومن اتبعكم الغالبون كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إلى آخر الآية ووجه ابن جريل على أن المعنى ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ثم يبتدئ فيقول بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون تقديره أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا ولا شك أن هذا المعنى صحيح وهو حاصل من التوجيه الأول فلا حاجة إلى هذا والله أعلم الآية الآن ستة وتلاتين سبعة وتلاتين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات إن قالوا الآيات يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخي هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهم الله من المعجزات الباهرة والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبر به عن الله عز وجل من توحيده واتباع وامره فلما عين فرعون وملأه وذلك وشاهدوه وتحققوه وأيقنوا أنه من عند الله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهته وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا ما هذا إلا سحر مفتر أي مفتع المصنوع وأراضوا معارضته بالحيلة والقاه فما صعد معهم ذلك وقوله وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يعنون عبادة الله وحده لا شريك له يقولون ما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين ولم نرى الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى فقال موسى عليه السلام مجيبا لهم رب أعلم بمن جاء بالهدى من عنده يعني مني ومنكم وسيفصل بيني وبينكم ولهذا قال ومن تكون له عاقبة الدار أي من النصرتي والغفر والتأييد إنه لا يفلح الظالمون أي المشركون بالله عز وجل وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري الآيات من 38 إلى 42 اخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله كما قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه الآية وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ولهذا قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال تعالى إخبارا عنه فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يعني أنه جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالي مصرحا لهم بذلك فأجابوه سامعين مطيعين ولهذا انتقم الله تعالى منه فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة وحتى أنه واجه موسى الكريم بذلك فقال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وقال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى يعني أمر وزيره هامان ومدير رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين يعني يتخذ له آجرا لبناء الصرح وهو القصر المنيف الرفيع العالي كما قال في الآية الأخرى وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أولغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم يرى في الدنيا بناء أعلى منه إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوة إله غير فرعون ولهذا قال وإني لأظنه من الكاذبين أي في قوله أن ثم ربا غيري لأنه كذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل وعلا فإنه قال وما رب العالمين وقال لإن اتخفت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وهذا قول ابن جرير وقوله تعالى واستقبره وقنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد فصب عليهم ربك سوق أعذاب إن ربك لب المرصاد ولهذا قال تعالى هاهنا فأخذناه جنوده فنبلناهم في اليم أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحدا فانظر كيف كان عاقبك الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أي لمن سلك وراءهم وأخذ قريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع ويوم القيامة إلى ينصرون أي فاكتمع عليهم خذي الدنيا موصولا بلل الآخرة كما قال تعالى أهلكناهم فلا ناصر لهم وقوله تعالى وأجبعناهم في هذه الدنيا لعنة أي أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسله كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتبعهم كذلك ويوم القيامة هم من المقبوحين قال قتادة وهذه الآية كقوله تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الرفض المرفوض الآية رقم 43 ولقد آتنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلكم يتذكرون يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون أملئه وقوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمه بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين كما قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرابية وقال ابن جرير عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى ثم قرأ ولقد آت أين موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الآية وقوله بصائر للناس وهدى ورحمة أي من العمى والغي وهدى إلى الحق ورحمة أي إرشادا إلى العمل الصالح لعلهم يتذكرون أي لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الآيات من أربع واربعين إلى سبع واربعين يقول تعالى منها وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الآيات من أربع واربعين إلى سبع واربعين يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك كما أنه أخبره عن مريم وما كان من أمره فقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الآية أي وما كنت حاضر لذلك ولكن الله أوحاه إليك وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه ما كان من إنجاء له له وإغرق قومه وثم قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الآية وقال في آخر الصورة ذلك من أنباء القرى نقصه عليك وقال بعد ذكر قصة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون الآية وقال في صورة الله كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق الآية وقال ها هنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها وكيف كان ابتداء إيحائل له إليه وتكليمه له وما كنت الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر يعني ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي وما كنت من الشاهدين لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد طاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين وقوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا أي وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه ولكن كنا مرسلين أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال أبو عبد الرحمن النسائي في تفسيره من سننه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال نودوا أن يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهو ابن عمر ابن جرير أنه قال ذلك من كلامه والله أعلم وقال مقاتل ابن حيان وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم أن وقال قتاده وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ثم أخبرها هنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداء كما قال تعالى وإذ نادى ربك موسى وقال تعالى إذ ناداه ربه بالوادي من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله تعالى ولكن رحمة من ربك أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك إليهم لتنظر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا الآية أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطعوا أذرهم إذ جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك والقرآن أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم وقد جاءكم بينا من ربكم وهدى ورحمة وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حقة بعد الرسل وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير الآية والآيات في هذا كثير فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثلما أوتي موسى الآيات من 48 إلى 51 يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحقة عليهم لحتقوا بأنهم لم يأتيهم رسول أنهم جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد لو لا أوتي مثلما أوتي موسى الآية يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة مثل العصى واليد والقوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيف الزروع والثمار إما يضيق على أعداء الله وكفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام حجة وبرهاناً وبرهاناً له على فرعون وملئه وبني إسرائيل ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه بل كفروا وموسى وأخيه هارون كما قالوا لهما أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال تعالى فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولهذا قالها هنا أولم يكفروا بما أوت يا موسى من قبل أي أولم يكفر البشر بما أوت يا موسى من تلك الآيات عظيمة قالوا ساحران تواهر أي تعاونا وقالوا إنا بكل كافرون أي بكل منهما كافرون ولشدة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهرون دل ذكر أحدهما عن الآخر كما قال الشاعر فما أدري إذا يمنت أرضا أريد الخير أيهما يليني أي فما أدري يليني الخير أو الشر قال مجاهد أمرت اليهود قريشا أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الله أولم يكفروا بما أوت يا موسى من قبل قالوا ساحران تغاهر قال يعني موسى وهرون صلى الله عليهما وسلم تغاهر أي تعاونا وتناصر صدق كل منهما الآخر وبهذا قال سعيد بن جبير أبو رزين في قوله ساحران يعنون موسى وهرون وهذا قول جيد قوي والله أعلم وقال مسلم ابن بشار عن ابن عباس قالوا ساحران تغاهر قال يعنون موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذه رواية الحسن البصري وقال الحسن وقتاده يعني عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وهذا فيه بعد لأن عيسى لم يجر له ذلك هو هنا والله أعلم وأما من قرأ سحران تغاهر فقال علي ابن أبي طلحة والعوفي يعني ابن عباس يعنون التوراة والقرآن وكذا قال عاصم الجندي والسدي وعبد الرحمن ابن زيد ابن طلحة والعوفي يعني ابن عباس يعني صدق كل واحد منهم الآخر وقال أكرمه يعنون التوراة والإنجيل وهو رواية عن ابن زرع واختاره ابن جرير وقال الضحاق وقتاد الإنجيل والقرآن والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والظاهر على قراءة سحران أنهما يعنون التوراة والقرآن لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن كما قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقال في آخر الصورة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن الآية وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون وقالت الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وقال ورقب نوفل هذا النموس الذي أنزل على موسى وقد علم بالضرورة لذو الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن وهو القرآن وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عوران عليه السلام وهو الكتاب الذي قال الله فيه إنا أنزلنا توراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استهفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء والإنجيل إنما أنزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل ولهذا قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين أي فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الضاطل قال الله تعالى فإن لم يستجيب لك أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبع الحق فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أي بلا دليل ولا حجة ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول قال مجاهد فصلنا لهم القول وقال السدي بينا لهم القول وقال قتاده يقول تعالى أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع لعلهم يتذكرون قال مجاهد وصلنا لهم يعني قريشا وهذا هو الظاهر لكن قال حمد ابن سلم عن عمر ابن دينار عن يحيى ابن جعدة عن رفاعة رفاعة هذا هو ابن قرز القرضي وجعله ابن رفاعة ابن شموال خالصفية ابن تحيي وهو الذي ألق تميمة ابن توهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن ابن زبير ابن باط كذا ذكره ابن الاثير قالت نزلت ولقد وصلنا لهم القول في عشرة أنا أحدهم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه الذين آت أين هم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الآيات من 52 إلى 55 يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن كما قالت تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق إلىوته أولئك يؤمنون به وقالت تعالى ومن أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وقالت تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وقال تعالى ولتجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين قال سعيد بن جبير نزلت في سبعين من الخسيسين بعثهم النجشي فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى الذين آت عينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين يعني من قبل هذا القرآن كنا مسلمين أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له قال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني ولهذا قال بما صبروا أي على اتباع الحق فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس وقد ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي عن أبي برد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به وعبد مملوك أدى حق الله حق موليه ورجل كانت له أما فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها وقال الإمام أحمد عن القاسم ابن أبي أمام قال إني لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال قولا حسنا جميلا وقال فيما قال من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه ما علينا وقوله تعالى ويضرؤون بالحسنة السيئة أي لا يقابلون السيء بمثله ولكن يعفون ويصفحون ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجب لأهليهم وأقاربهم والزكاة المفروض والمستحب من التطوعات وصدقات النفل والقربات وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أي لا يخالقون أهله ولا يعاشرونهم بل كما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أي إذا سفي عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب ولهذا قال عنهم إنهم قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها قال محمد ابن إسحق في السيرة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوا في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى وتلع عليهم القرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل ابن هشان في نفر من قريش فقالوا لهم خيبكم الله من رقب أعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتدون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئنوا مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتم فيما قال ما نعلم رقبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا قال ويقال إن النفر النصارى من أهل نجران فالله أعلم أي ذلك كان قال ويقال والله أعلم أن فيهم نزلت هذه الآيات الذين آت أينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إلى قوله لا نبتغي الجاهلين قال وسألت الزهري عن هذه الآيات فيما نزلت قال ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي أصحابه رضي الله عنهم والآيات التي في سورة المائدة ذلك بأن منهم قصيسين ورهبانا إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الأعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم طاسي تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض ما جعل أهلها شيعا يستضعف يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرض عين فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتنوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت نتودي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنامت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين ترودان قال ما خضبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقانهما ثم تولى إلى الغل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من فقير فجاءته إحداؤما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أمكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجد أمكحك شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جهوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نوذي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إن ك من الآمين أسلك يدك في جيبك تخرج غيضاء من غير سوء واضمم واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فراون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم نوسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما لنت لكم من إله غير فأوقد لي يا هامان وعلى الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطرع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمتين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأدبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ويوم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوع في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الغرب إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم نصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعل لهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتنع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صغروا ويضرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو آردوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إن إن لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم من المهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها غالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاه أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائ الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إن ما أوتيت هو على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلت من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قوم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قالون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمل وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأن إنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة